مسى الخير ليس كل ما تدخله السياسة تفسده فاحتقان لاسى أبطلت مفاعله بقرار سياسي اتخذه حزب الله وجرى تعميمه على البلد دفنت الضحيتان وسلم الجانية نفسه بعد طوق من الاتصالات الأمنية والسياسية وموافقة ذوي القاتل على تسليم ابنهم ولا تطويق لذيول أي حادث من دون مروان شربل شفيع المصالحات العائلية والعشائرية والحزبية والسلفية وإطفاء الآثام المرتكبة ارتفعت الصلاة في لاسى تأبيدا قبل أن ترتفع معها أصوات أخرى تحمل عددا من السياسيين وبينهم وزير البيئة مسؤولية الكسارات في المنطقة والتي تعيق الطرقات ولهذه الغاية سيعقد وزير البيئة نظم الخوري مؤتمرا سحفيا غدا لتوضيح هذه الملابسات وعلى طرف آخر من الجبل اللبناني كانت صلاة اشتراكية ترتفع تأبينا غيابيا عن روح الملازم أول في الجيش السوري الحر خلدون زين الدين الذي قضى في مواجهات مع الجيش النظامي في محافظة السويداء حفل التأبين في علي تقدمه علم الثورة السورية الذي لفح النائب أكرم شهيب فيما كان زعيم دارة خلد طلال أرسلان يحذر من التدخل في شؤون الآخرين والعمل على مشاريع مشبوهة مغرضة تستهدف وحدة سوريا روسيا ضابط الإقاع السوري خرجت من المرات النادرة عن وحدة الموقف الداعم لأزلية الرئيس الأسد وقال رئيس الحكومة ديمتري مدفيداف إن احتمالات احتفاظ الرئيس بشار الأسد بالسلطة تقل أكثر فأكثر لكن الشعب السوري وحده يقرر ذلك وليس روسيا والولايات المتحدة أو أي بلاد أخرى ورأى أن الأسد أخطأ لدى إجراء الإصلاحات السياسية وكان الواجب أن يجري ذلك بصورة أسرع بكثير مع جذب المعارضة المعتدلة إلى جانبه ولربما كان خطأ قاتلا في السياسة المحلية الأخطاء لم تصل إلى مستوى قاتلا بعد لكن الإرباكة ظهرت على إمه عند قوى الرابع عشر من أذار لدى دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة اللجان المشتركة الأربعاء المقبل وبما أن الشياطين الحكومية تحضر في اللجان فإن أرواح المعارضة تغيب وهذا ما تدرسه قوى الرابع عشر من أذار التي عينها على القانون وقلبها يقص على الحكومة فمن أين المفر؟ واليوم طرح الرئيس أديسانيورا بعضا من المخارج لكن على مستوى القانون معلنا أن كتلة المستقبل ستقدم في وقت قريب اقتراحا متكاملا وشاملا يعالج الهواجس التي أبداها المسيحيون والمخاوف لدى البعض بطريقة تحافظ على العيش المشترك والاعتدال وقبل قليل زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عين التيني للاجتماع مع الرئيس نبيه بري ترجمة نانسي قنقر